شاركت مصر مؤخرا في اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان والتي تضم في عضويتها كل من مصر وفرنسا والسعودية والولايات المتحدة وقطر وفي بيان الوزارة الخارجية أوضحت فيه أن الوفد المصري المشارك في الاجتماع أكد على حرص أعضاء اللجنة على تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لتقريب مواقف الأطراف السياسية اللبنانية دون تدخل أو افتئات على حق ومسؤولية البرلمان اللبنانية مشيرا إلى موقف مصر راسخ الدعم للبنان والحريص على إتمام الاستحقق الرئاسية في أقرب وقت ممكن ذلك تمهيدا لاستكمال مؤسسات دولة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة